اهلا السلام عليكم. اليوم ان شاء الله سنضروا على علاقة الكريبتوك. كما قد نرى العنوان فرصة كبيرة كنا حاليا في السوق. لكن نرى حاليا البيتكوين بالدامي واصل ل 23500 دولار. كنوصل لها بط تلاتين وعشرين أبدا بشوية طلع ولكن عادي غاودي هي بط. كنتوقع انه غادي كسر الحاجزة لعشرين ألف وغادي زيدي هي بط. الشي بعيدة انه يوصل تلات عشر عاملية صحيح قوية وقد زيد عليها الاعلان على التدخم من طرف الولايات المتحدة الامريكية. زادها بط سوق. وما زال من غادي زيدوا يرفع البنك الامريكي سالة الفائدة كانون غادي زيد يهبط. كتر من هكا. هذا فقط الناس متخوفين غير قبل ما يتعلن زيادة في سالة الفائدة. وكان نظر من غادي التعلن. هذه الأربعاء هذه تقريبا بعد غدا من غادي التعلن عليه غادي زيادة يطيح السوق بزاف. أنا مخرج فلوسي مشحالة تقريبا في السمانة بعد ما دوست قريبا شوف من سبعة ماية تقريبا انه السوق طاح. بقينا كان مضاربات في هذه المنطقة ديها ٢١١١٣٠ ألف دولار وخرجنا محمد الله بأرباح ولكن عرفت بالسوق هذه طاح حيات قرب الاعلان على عماغ ديها يرفعه اي ما يخفضه سالة ولا يخليه هو سالة الفائدة. خرج فلوسي حتى عرفت السوق اللي توتر. ونيت فغير ما هو السوق توتر وطاح بحت نسبة كبيرة 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 بزاف وانهيار تقريبا دابا وصلت الخمسين ستين في المية في جميع العملات. وخسائر فادحة. وما زال غادي زيدي السوق يعيبات. حتي كيف قلت لكم بعد غدا ان شاء الله. حتى تسعين في المية. حتى عدود تسعين في المية غادي خرج البنك الفيدرال الامريكي باعلان ان هو غيزيدير فاسع الفائضة قدر يفوت سفر50 نقطة حيث الاوضاع لا تبشر في الخير في الاقتصاد الامريكي. والتدخم غادي. وكيزيد. وغير اخرا اه آ.. اه آخرا ها آخرا لا اوصل على تدخم اللي وصل راهم ما اوصلش ليه من سنين هذي في الولي같م الامريك. لذلك غدا يكن هنا تدخل صارعين بزاف. ويحاولو انهم ي اللي يلموا ذلك الشي اللي تبعتر لهم في الاقتصاد ديالهم وكن نظن بأن الأوضاع غد زيت تولي كاريتية في البيتكوين وهذا غد يكون فرصة ديلة تصحيحة غد يكون هذا تصحيح كبير بزاف كيف قلت لكم قدر يوصل حتى لعشرة آلاف دولار في سعر البيتكوين وعما قريب وهذا غد يخليه وحد الفرصة مزيانة للناس اللي عارفوا إيمتا يدخلوا حقوا مباري الكبار غد يكون وحد الأقل وحد الأقل من ميتين حتى الستمية في المياه هذا إلى شرتي ملقع وكيف قلت لكم زادة البيتكوين همطات حتى لعشرة آلاف دولار ولكن كنقول لكم حد على الأقل هذي لما ضربت الحساب مزيان تقدر تضرب حد المئة في المئة وحد الربح دي المئة في المئة أكيد الربح غد يكون لحسب مبلغ لدخلتي للسوق حد مئة دولار مشيلا دخلتي بألف دولار يعني مئة دولار مئة في المئة تربح مئةين دولار مشيلا دخلتي بألف دولار تربح ألفين دولار فهمتش فقدر عندي فرصة مناسبة حيث بزاف تقول لك كيقولوا حد المقولة منك يكون الناس خايفين تدخل ولكن مشي حاليا ندخل يعني مقولة بزاف الناس كي يخدو بها ولكن مكي بدون خبرة ممكنش لك أنك تأخذ بذ المقولة حيث هذه المقولة هذي تقدر كيفما هي مقولة فغير مو الصح ولكن إلا ما كنتيش عندك عندك معادة شي هذا ومعندك خبرة في هذا المجال هذا تقدر تدخل في وقت ماشي مناسب لغا يزيده بطبق السوق أكيد فرصة مناسبة أنك تدخل في الوقت اللي كانوا هذي البانيك سال وزاف الناس كي يبيعوه ولكن عرف إمتى تدخل عرف إمتى يسالي هذي البانيك سال وإمتى غادي يبدأ الأوضاع كالتعافة كيف قلت لكم حاليا وصلت البيتكوين ٢٣٠٠٠٠ دولار وهو حاليا بقى غير قامت علنات على زيادة في ساعة الفائدة ما غادي يزيد التعلن زيادة في ساعة الفائدة ما غادي يزيد يهبط بحد الأوضاع كبار بزاف غادي يكسر ٢٠٠٠٠ دولار ومع المدة قدر يوصل إلى ١٢٠٠٠٠ دولار لأن البيتكوين كان رب أن يصل إلى حد القمل وخصوه يصحح ضرورة قبل أن يتطلق على أخرى في المسيرة ذلك ستقول أنه يصل إلى ١٠٠٠٠٠ لكن لم تصبقوا أي أحداث إذا وصل إلى ٢٠٠٠٠٠ آخر وحاد الأرباح سيكونه كبار بزاف إذا دخلت في المكان المناسب أو المنطقة ستشري فيه حاليا بنادم ممكن أن يكون مخرج في الوصول باقين في الوصول السوق فهذه يتكبدوا حتى الخسارة كبيرة غيسول واش نعزز ولا نخرج فلوسي أنا بني سبيلية السوق هذي يزيدي هيبط بحت الشكل كبير فمن الأحسن تخرج فلوسك قد من حد الأوضاع باقى باقى في بداية دياله حيث كان ضعنا هذي البداية تخرج فلوسك وذلك الساعة منه هذي توصل تبط موين منه تبط لعشرين الف دولار ذلك الساعة واضع يعني راقب السوق مزيان وحتى لعودتي شريتي ذلك ساعة تقدر تعود تعزز لكن حاليا تخلي فلوسك وتعود تعزز كنظر أنه مو فيسا فارحة واحد نسبة ديال تسعين في المئة هذي يزيدي هيبط السوق وغادي يكسر العشرين الف دولار لبيتكوين وغادي يكسر العشرين الف دولار كنظر أنه هذي يزيدي هيبط هذا هو اللي يطاري في السوق حاليا أوضاع تحدد المصير دياله نهار الهربعة إلى نهار الهربعة بعد غدا إلى البانك فيدرال الأمريكي قرر رفع سعر الفائدة توقع هذا الانهيار كثير من هذا الانهيار ليطرة هذا الانهيار ليطرة على غير ستقرر بالموعد ديال القرار يمنون أن يتظر القرار سوف تشوفوا الهربطة ديال بالصحة كيف قلت لكم؟ نعم هذه واحد الفرصة الناس اللي باقي ما داخلين للسوق لكن ماشي حاليا فرصة ولكن ماشي حاليا ماشي دابة خليوا حتى يتعلن حتى البانك الفيدرال الأمريكي يعلن واش غادي زيد في ساعة الفائدة اللي يخلي هو هو وكيف قلت لكم؟ 1.90% غادي زيدوا حي الأوضاع زادت أزمة وكان هم توقعين غادي زيدوا ويرفعوا له ساعة الفائدة في ماي وغادي إن خافت شوية تدخم لا بالعكس إذا تطلعوا بحاد نسبة بسيطة وهذا غادي زيدوا يرفعوا ساعة الفائدة باش يحاولوا أنهم يقلوا تدخم مهم كلا غادي سويل شنو العلاقة بين هذ رفع ساعة الفائدة ونقص من التدخم التدخم يعني أنه حاد الفرطة في الشيراء وحكيين حاد الناس ولا المجتمع كيشري بزاف ومن يكي يبدأ المجتمع كيشري بوحد الواتيرة كبيرة كيطلع التدخم وحتى المنتجات كيغلاو فباش يحدو ويخليوش الناس إنهم يشريوا بوحد الواتيرة كبيرة كرفعوا آآ ساعة الفائدة على الدولار في البونوك يعني آآ كما كان عارفو إلا حطيشي فلوسك في البنك كان عندك واحد نسبة الفائدة وقدمت رفعات قدماك كتولي واحد يعني كيتوك واحد واحد السبب علش تحط فلوسك في البنك فعواض ما يخليوا بنادم فلوسهم عندهم ويشري ويبذروا يقول لك اللا غا ندخل فلوسنا في البنك ونستفد من ذلك الفائدة اللي كيعطيونا حاليا آآ تقريبا اش حال وصلت الله الله ما اعلم اش حال وصلت السعر الفائدة حلو كينا وحد نسبة كبيرة مثلا إلا كانت شحد العشرة في الميارة آآ مئة ألف دولار تخرج منه بوحد عشرة لاف دولار في العام باخير أكيد اللي كي حط مليون دولار كي هذه نسل اللي عندهم فلوس بزاف لكي حطهم مليون دولار والفوق يعني عندهم سنويا مبالغ اللي كبار بزاف غير من هذا السعر الفائدة وليزوين في هذا السيسمار هذا ديال الدولار وهو مضمون يعني مشبح العملات الرقمية لا لا يعني عندك عشرة في المية انت غير عشرة في المية ما عندك مكين موة لكن عشرة في المية قد تأخذه في العام وهذا كيكون حد استثمار مضمون كيخلي بنادم ما يفرصه خصوصا أصحاب الأموال الطائلة اللي كيحطة بالمليون بالألاف دولارات كيكون عندهم حد سعر اللي مزيان كيلقوه في الأخير ديال العام أكيد باش نرجعوا الكريبتو كينا بزافة حاليا العملات اللي أنا مراقبهم واللي كنتوقع انه ما تكون فيهم هاد فرصة وجوجة العملات اللي كنتظن انها عتكون عندهم أكبر فرصة آآ في الربح كانوا عملة في ميتاق UFS وكان عملة في ميتاق الأوتو هاد الجوجة العملات العملة ديال UFS ما عندش معك سبلاي وذلك يخوفني منه ولكن آآ كان نظن بانه ممكن انك تعطيكم هاد الأرباح ولكن خرجوا فلوسكم من بعد هاد من اتأخذو لك الارباح ديالكم خرجوا فلوسكم تمتم حيط تقدير واحد البومبات واعرين حيط هاد ال UFS عندها واحد الماركت كاب قليل بزاف اي دخل سيولة كيف فرق عليك الشارت كي يضرب لك واحد ميتين ثلاثمية في المية ربعمية في المية اكيد مشيف نهار واحد يقول لك حد ثلاث ايام ربع ايام من يبدأ الاوضاع كي تحسنه تقدر يضرب لك حتى الربعمية في المية ثلاثمية في المية هذا على الاقل وهذا يتعطيك فرصة ال Otoq هي واحد العملة ديال فارمين ستيكين تشارك ارباح بوحد النسبة سنوية مرتفعة ومعن عندها واحد الماء يعني Total Supply قليل بزاف تقريبا الماكس في حاليا 80 مليون حب بصافي و Total Supply عندها حاليا تقريبا نشوف واشه 40 مليون يعني سعة ديالها حاليا تقريبا ايكون واصل 195 دولار بحال ماكك على الاخر المرة شفتها وقدرتها ايام بومبات مزيانين غير هي ايام ايام تشاركو في ال Otoq ايام تبعتوها ايام تشاركو فيها ايام تشاركو حتى تبط على المية دولار UFS تهيئة نشوف بانه احد فرصة فيها كبيرة ولكن الها هبطت القل من 0.6 دولار 0.6-0.5 دولار الها هبطت تكون احد فرصة كبيرة ولا على الاقل على الاقل بعدها على الاقل تصغير احد 0.7 دولار يعني 7 سنت اه مهم كان هذا هو الفيديو اللي بود ان اه انظر لكم على الفرصة اللي غتكينة حاليا في السوق اه مكن نصحش مادرين عندوش خبرة انه ياخد بكلامي ويبيدخلت حاليا في السوق حيث كيف قلت لكم راح حاليا الاوضاع عرباء غتتقزم لذلك قد تكون لعدكم هات الخبرة في السوق باش تعرفوا الوقت اللي غتتدخله فيه يعني صعيب صعيب باش ما تكونش عندك خبرة وتعرف ام جا تقتنص الفرصة لكن على الاقل حيث تستجبال لك الاوضاع بدأت تتحسن ذلك الساعة تقدر تشري غير هوايا اردوا البيتكوين كيف قلت لكم هات شارعها خاطر بزيف راح حاليا البيتكوين كيهبط كيهبط وكيفصل لحد اللحظة كي بدأ يرتافع كتحس بانه صافي بحال السوق بدأ يتعرفه والناس لما عندوش خبرة مكيتبعوش السوق اكيد غا يدخلوك عادف من بعد يزيد يهبط بحد المستويات كبار كبار بزيف هذه كتسمى المقاومة كما كتبطوا حد العملاء و حد المستوي كتبدا تقاوم كتبدا ترتع في عشر من بعد كتبدا تنهار تزيد تنهار فهذا يجب عليكم تطردوا من هالبيل يجب عليكم تعرف الوقت فقط مقاومة مهم هات شكوين وصلت الفيديو وكان بحال شكل بيت مباشر بريد نهار معكم واشوفكم ان شاء الله فيديو جانا اتمنى انكم استفتوا في الحلقة هذي واحد